اهلا وسهلا بكم في قناة بوسي كروشي هنعمل مع بعض النهاردة واحدة هنعمل بها مفرش صفرة شكلها جميلة استخدمت الخيط ده هو ده خيط الصياط خيط جميل اول المفارش استخدمت معي ابرا معدن مأس 2 بعمل عقدة البداية بعد كده بشتغل عشرة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة بعد ما اشتغلت العشرة سلسلة بروح عند اول سلسلة اشتغلتها وبقفل فيها بغرزة منزلقة نشون معي الحلقة اللي هشتغل فيها هرتفع تلاتة سلسلة ارتفاع غرزة العمود بلفة بعد كده هشتغل اربعة سلسلة واحد واحد اتنين تلاتة اربعة وهالف الخيط على الابرة لا الاول بنشتغل تلاتة سلسلة وبعد كده بنعمل جوة الدايرة دي خمستاشر غرزة عمود بلفة بعد ما اشتغلنا التلاتة سلسلة بنشتغل خمستاشر غرزة عمود بلفة جوة الدايرة السحرية كده اتنين كده تلاتة كده اربعة كده خمسة كده ستة سبعة تمانية تسعة سعجب كده ستة كده ستة كده ستة كده ستة فك كده ستة اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمسطاشر انا عد ما بط واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حدوشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمسطاشر والثلاث سلاسل الارتفاع هيكون معي ستة عشر غرزة عمود بلفة هروح عند الثلاث سلاسل الارتفاع وهعمل في اخر سلسلة فيهم غرزة منزلقة يكون معي دايرة بالشكل ده كده بعد كده اشتغل تلاتة سلسلة اتناشر ارتفاع غرزة العمود بلفة واشتغل اربع سلاسل اللي انا هاشتغلهم فراخ واحد اتنين تلاتة اربعة وهالف الخيط على الابرة وهسيب غرزة وهروح في الغرزة اللي بعدها وباشتغل فيها غرزة عمود بلفة يبقى كني عملت عمود بلفة اربع سلاسل عمود بلفة بعد كده باشتغل اربع سلسلة وبسيب غرزة بسيب غرزة وبروح للغرزة اللي بعديها على طول وباشتغل فيها غرزة عمود بلفة باشتغل اربع سلسلة وبسيب غرزة وباشتغل فيها غرزة عمود بلفة وباشتغل اربع سلسلة وبسيب غرزة وباروح للغرزة اللي بعديها وباشتغل فيها غرزة عمود بلفة وباشتغل اربع سلسلة وبسيب غرزة وباروح للغرزة اللي بعديها وباشتغل فيها غرزة عمود بلفة بعد كده بشتغل أربعة سلسلة أنا كده أتكون معي كم فرق واحد اتنين تارية أربعة وخمسة ستة سبع وهروح عند تالت غرزة سلسلة وبشتغل فيها غرزة منزلقة يبقى أنا عملت 16 غرزة عمود بلفة كونوا معي 8 فراغات الشكل ده كده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية بعد ما خلصنا الفراغات 8 فراغات الوقت هننتقل للدور الرابع وهنشتغل أربعة سلسلة تلاتة سلسلة وهنروح عند فراغ الأربعة سلسلة اللي كنت بعمله هشتغل فيه خمسة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة وبعد كده بعد ما اشتغلت خمسة غرزة عمود بلفة باشتغل سلسلتين وبروح لفراغ الأربعة سلسلة اللي بعديه باشتغل فيه ستة غرزة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة تلاتة باشتغل سلسلتين باشتغل ستة غرزة عمود بلفة تلاتة باشتغل فيه ستة غرزة عمود بلفة واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة وبشتغل سلسلتين وبروح برضو في فراغ الأربعة سلسلة بشتغل فيه ستة غرزة عمود بلفة كده اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة وبارتفع السلسلتين وبشتغل في الفراغ اللي بعديه ستة غرزة عمود بلفة واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة وسلسلتين وأنتقل للفراغ اللي بعديه على طول وبشتغل فيه ستة غرزة عمود بلفة سلسلتين وبنتقل للفراغ اللي بعديه وبشتغل فيه ستة غرزة عمود بلفة اتنين تلاتة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ستة وبشتغل سلسلتين وباروح للفراغ اللي بعدها على طوله وبشتغل فيه ستة غرزة عمود بلفة وبعد كده بشتغل سلسلتين وبعد سلسلة اتنين وفي السلسلة التالتة بدخل وعمل غرزة منزلقة وبكده وسلسل نهية الراونت نكون معي بالشكل ده كده نتكون معي 8 فراغات من فراغ الاتنين سلسلة 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 هنتقل للدور اللي بعد كده هرتفع 4 سلسلة 1, 2, 3, 4 وهلف الخيط على الابرة مرتين وهروح للغرزة اللي بعدها على طول واشتغل فيها غرزة عمود باثنين لفة والبعديها برضو هاشتغل فيها غرزة عمود باثنين لفة والغرزة اللي بعديها اشتغل فيها غرزة عمود باثنين لفة واللي بعديها اشتغل فيها غرزة عمود باثنين لفة الغرزة الاخيرة هي اللي باشتغل فيها اثنين غرزة عمود باثنين لفة يعني باشتغل عادي في كل غرزة بعمل فيها غرزة عمود باثنين لفة مع ده الغرزة الأخيرة اللي بعمل فيها 2 غرزة عمود بـ 2 لف يعني أنا في الدور ده كان معي 6 أعمدة 1 2 3 4 5 6 في اللي بعدها يكون معي 7 1 2 3 4 5 6 7 بعد كده هشتغل 3 سلسلة وهروح للـ 6 سلاسل اللي بعد 6 أعمدة اللي بعديهم وهشتغل في كل عمود غرزة عمود بـ 2 لف مع ده العمود الأخير هو اللي بشتغل فيه 2 غرزة عمود بـ 2 لف واللي بعدها برضو هشتغل فيها غرزة واحدة واللي بعدها 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 برضو هشتغل فيها غرزة واحدة هي اخر واحدة اللي بشتغل فيها اتنين غرزة عمود باثنين لفة كده واحد وفي نفس المكان بدخل وعمل كمان واحد وبعد كده بشتغل فراغ التلاتة سلسلة وبنتقل للغرز اللي بعدها بشتغل فوق كل غرزة غرزة عمود باثنين لفة معدى الغرزة الاخيرة هي اللي بدخل فيها وبشتغل فيها اتنين غرزة عمود باثنين لفة وبعمل فراغ بين كل الاعمدة والاعمدة اللي بعدها بشتغل فراغ تلاتة سلسلة كده وصلت الاخر غرزة هي اللي هشتغل فيها اتنين غرزة عمود باثنين لفة كده اول واحدة في نفس المكان هدخل وعمل كمان واحدة كده اتنين وبعد كده بشتغل فراغ تلاتة سلسلة وبنتقل للأعمدة اللي بعدها على طول بشتغل بنفس الطريقة في كل غرزة بعمل فيها غرزة عمود باثنين لفة معدى الغرزة الاخيرة هي اللي بعمل فيها اتنين غرزة عمود باثنين لفة. هكمل بنفس الطريقة لحد ما وصل لاخر الدور وارجعلكو تين. واشتغلت في اخر عمودة. عملت فوق كل عمود غرزة عمود باثنين لفة. معاد اخر واحد اشتغلت في اتنين غرزة عمود باثنين لفة. بعد كده ارتفعت تلاتة سلسلة. وهعد سلسلة اتنين تلاتة وهدخل في السلسلة الرابعة. وباشتغل فيها غرزة منزلقة. في السطر ده انا عندي سبع اعمدة. انا هشتغل في اعمدة اللي في النص بس. غرزة عمود باثنين لفة مجمعة. يعني هزيب اول عمود واخر عمود مش هشتغل فيهم. هنشتغل مع بعض دلوقتي هنروح لأول عمود ونشتغل فيه غرزة منزلقة. بعد كده هشتغل اربعة سلسلة. وهلف الخيط مرتين على الابرة. وهروح للغرزة العمود اللي بعديه. وهشتغل فيه غرزة عمود باثنين لفة مش كاملة. ان انا بلف الخيط وباطلع من حلقتين. وبلف الخيط كمان مرة واطلع من حلقتين. وبسيب حلقتين على الابرة. تاني بلف الخيط مرتين على الابرة. وبروح للعمود اللي بعديه على طول. باشتغل فيه برضو بنفس الطريقة. ان انا بلف الخيط وباطلع من حلقتين. وبلف الخيط وباطلع من حلقتين. وبسيب حلقة اخيرة على الابرة. تاني بولف الخيط مرتين على الابرة وبروح للعمود اللي بعديه وبشتغل فيه بنفس الطريقة هنا هروح عند اخر عمود هشتغل فيه من اقول ده مش هشتغل في العمود الاول ولا العمود الاخير هيتكون معي الحلقات على الابرة هلف الخيط وبطلع من الحلقات كلها مع بعض اللي احنا قلنا هنا مش بنشتغل في العمود الاول ولا في العمود الاخير بعد كده هشتغل تلاتة سلسلة وهروح للفراغ اللي هو التلاتة سلسلة اللي انا كنت بعمله هشتغل فيه خمسة غرزة عمود باثنين لفة عادية كده واحد بألف الخيط تاني وبدخل في نفس الفراغ وعمل كمان واحد بألف الخيط تاني وبأدخل في نفس الفراغ وبشتغل كمان واحد وبألف الخيط تاني وبأشتغل في نفس الفراغ كده معي اربعة بألف الخيط تاني وبألف الخيط تاني وبأشتغل في نفس الفراغ كده معي خمسة وبعد كده بأشتغل تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة وبألف الخيط مردين على الابرة احنا قلنا ما بنشتغلش هنا في اول عمود ولا اخر عمود هروح للعمود التاني على طول وهشتغل فيه غرزة عمود باثنين لفة مش كاملة بروح في العمود اللي بعديه وبأشتغل فيه غرزة عمود باثنين لفة مش كاملة وبروح للعمود اللي بعديه وبأشتغل فيه غرزة عمود باثنين لفة مش كاملة وبروح للعمود اللي بعديه وبأشتغل فيه غرزة عمود باثنين لفة مش كاملة بروح لاخر عمود القبل الاخير وبشتغل فيه غرزة عمود باثنين لفة مش كاملة وبسيب اخر عمود خالص مش بشتغل فيه حاجة وبلف الخيط وبطلع من الحلقات كلها مع بعض بعد كده بشتغل تلاتة سلسلة وبروح هنا عند الفراغ ده لاربعة سلسلة وبشتغل فيه خمسة غرزة عمود بلفة عادية كده واحد كده اتنين كده تلاتة وكده اشتغلنا تلاتة كده اربعة كده خمسة وبعد كده بشتغل تلاتة سلسلة وبقرر اللي انا بعمله بروح هنا بشتغل بسيب اول عمود واخر عمود مش بشتغل فيهم وبشتغل في الخمسة اللي في النص خمسة غرزة عمود باتنين لفة مجمعة وبعد كده بشتغل تلاتة سلسلة وبروح عند الفراغ ده بشتغل فيه خمسة غرزة عمود بلفة عادية وبفضل ماشي بنفس الطريقة هكمل بنفس الطريقة لحد ما وصل لاخر الدور وهارجع لكتين وفضلت ماشي بنفس الطريقة لحد ما وصلت لنهية الدور اشتغلت في اخر فراغ اربعة سلسلة خمسة غرزة عمود باتنين لفة عادية وارتفعت تلاتة سلسلة هروح اقفل بمنزلقة في رأس الغرزة المجمعة هنا هقفل فيها بغرزة منزلقة نكون معيه بالشكل ده كده بعد كده هشتغل تسعة سلسلة كده اشتغلت اربعة بعد كده هشتغل كمان خمسة يبقى كده ارتفعت تسعة سلسلة اربعة منهم ارتفاع غرزة العمود باتنين لفة وخمسة سلسلة فراغ وهنتقل هنا للفراغ البعضية على طول هشتغل في اول واحد غرزة عمود باتنين لفة عادية وفي اللي بعدها هشتغل فيه اتنين غرزة عمود باتنين لفة والغرزة اللي بعدها هشتغل فيها غرزة عمود باتنين لفة قصية واللي بعدها هشتغل فيها اتنين غرزة عمود باتنين لفة والاخيرة هشتغل فيها غرزة عمود باتنين لفة يبقى يكون معي هنا كان عمود واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة هنا تحت كان معي خمسة اشتغلت في اول واحد غرزة عمود باتنين لفة واحدة بس وفي الغرزة التانية اشتغلت فيها اتنين غرزة عمود باتنين لفة وفي الغرزة التالتة اشتغلت فيها غرزة واحدة الغرزة الربعة اشتغلت فيها غرزتين عمود باتنين لفة الغرزة الخمسة اشتغلت فيها غرزة واحدة بعد كده هشتغل خمسة سلسلة هلف الخيط مرتين على الابرة هنا هروح للغرزة المجمعة وهدخل فيها وهعمل فيها غرزة عمود باتنين لف كده تتشكل معي فراغ بعد كده هشتغل خمسة سلسلة وهروح هنا عند الغرزة هشتغل فيه اول واحدة احنا قلنا بنشتغل فيه اول واحدة غرزة واحدة بس في الغرزة التانية هدخل فيها وعمل فيها غرزتين عمود باتنين لف كمان واحدة في الغرزة التالتة باشتغل فيها غرزة عمود باتنين لف واحدة في الغرزة الرابعة باشتغل فيها غرزتين في الغرزة الخمسة بدخل وعمل فيها غرزة واحدة بعد كده باشتغل خمسة سلسلة وبالف الخيط بارمتين على الابرة وباروح اشتغل في الغرزة المجمعة دي في الراس زاوية بتاعتها باشتغل فيها غرزة عمود باتنين لفة وبعد كده باشتغل خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وباروح عند الخمسة عمودة باشتغل في اول واحد غرزة عمود باتنين لفة غرزة واحدة بس في العمودة التانية باشتغل فيه غرزتين وفي العمودة التالت العمودة التانية لسا هدخل فيه وعمل كمان واحد غرزة في العمودة التالت بعمل فيه غرزة واحدة بس العمودة الرابع باشتغل فيه اتنين غرزة العمود الخامس بعمل فيه غرزة واحدة بس وبعد كده باشتغل خمسة سلسلة وبالف الخيط مرتين على الابرة وبروح هنا عند الغرزة المجمعة بتاعت العمودة بلفة المجمعة باتنين لفة المجمعة وبدخل في الزوية بتاعتها من فوق وباشتغل فيها غرزة عمود باتنين لفة بعد كده باشتغل خمسة سلسلة وبفضل ماشي بنفس الطريقة بروح هنا عند الخمسة اعمدة باشتغل في العمود الاول غرزة عمود بلفة واحدة وفي العمود التاني باشتغل فيه غرزتين والتالت باشتغل فيه غرزة واحدة والربع باشتغل فيه غرزتين والغرزة الخمسة باشتغل فيها غرزة واحدة بس بعد كده بعمل فراغ الخمسة سلسلة وبروح اشتغل في الغرزة المجمعة باشتغل فيها غرزة عمود باتنين لفة أشتغل خمسة سلسلة وبقرة لحد ماوصل لنهاية الدور هكمل بنفس الطريقة لحد نهاية الدور وارجع لجدين وبدلت شغالة بنفس الطريقة حد ماوصلت لنهاية الدور واشتغلت خمسة سلسلة هنا أرهد السلاسل وعد سلسلة اثنين تلاتة وفي السلسلة الرابعة هدخل فيها واشتغل منظلقة الوقت هنعمل الدور الأخير مع بعض وهارتفع تلاتة سلسلة هيكونوا معي ارتفاع غرزة العمود بلفها وبعد كده هستود عليهم تسعة سلاسل فراغ واحد اثنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة هروح هنا عند التسعة السبعة سلاسل وهسيب أول عمود سبعة عمودة قصدي هسيب أول عمود مش هشتغل فيه هروح للعمود اللي بعديها على طول هشتغل فيه غرزة عمود بثنين لفة مش كاملة كده أول واحد واللي بعديه برضو هشتغل فيه غرزة عمود بثنين لفة مش كاملة كده تاني واحد واللي بعديه هشتغل فيه غرزة عمود بثنين لفة مش كاملة كده معي تلات واحد واللي بعدي هشتغل في هي غرزة عمود ب2 لفة مش كاملة كده 4 واللي بعدية هشتغل في هي غرزة عمود ب2 لفة مش كاملة كده 5 انا كان عندي تحت 7 عمود هسيب اول عمود واخر عمود مش هشتغل فيه وبعمل غرز مجمع غرزة عمود ب2 لفة مجمع عمود وهلف الخيط وطلعم الحلقات كلها مع بعض بعد كده هشتغل 9 سلسلة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة وهلف الخيط مرة واحدة على الابرة وهروح هنا عند غرزة العمود اللي وحدها اللي هي بتنين لفة دي هدخل فيها وهاشتغل فيها غرزة عمود بلفة عادية بعد كده هشتغل تسعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة وهروح عند السبعة اعمدة هشتغل اول عمود مش اشتغل فيه هروح للعمود التاني وهشتغل فيه غرزة عمود بثنين لفة مش كاملة واللي بعد هي هشتغل برضو فيه غرزة عمود بثنين لفة مش كاملة واللي بعد هي هشتغل فيه غرزة عمود بثنين لفة مش كاملة واللي بعد هي هشتغل فيه غرزة عمود بثنين لفة مش كاملة واللي بعد هي هشتغل فيه غرزة عمود بثنين لفة مش كاملة يبقى انا عندي هنا تحت سبع اعمدة بشتغل بسيب اول واحد واخر واحد وبشتغل في الخمسة اللي في النص غرزة عمود بثنين لفة مجمعة بلف الخيط وبطلع من الحلقات كلها مع بعض بعد كده بشتغل تسعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة وبلف الخيط على الابرة وبروح اعمل غرزة عمود بلفة فوق غرزة العمود باتنين لفة اللي كنتم بعملها في الدور اللي فات وبعد كده هشتغل تسعة سلسلة وعندي هنا سبعة اعمدة احنا قلنا بنسيب اول عمود واخر عمود مش بنشتغل فيهم باشتغل في الخمسة اللي في النص غرزة عمود باتنين لفة مجمعة وبلف الخيط وبطلع من الحلقات كلها مع بعض بعد كده باشتغل تسعة سلسلة اشتغلت واحد سلسلة اتنين تلاتة اربعة همسة ستة سبعة تمانية تسعة وباشتغل بنفس الطريقة ان انا بروح اعمل غرزة عمود بلفة هنا فوق غرزة العمود باتنين لفة وبعد كده باشتغل غرزة مجمعة بعمود باتنين لفة في الخمس غرز اللي في النص وهكامل بقى نفس الطريقة لحد ما وصل لنهاية الدور ووصلت لنهاية الدور وارتفعت تسعة سلسلة هادي سلسلة اتنين وفي السلسلة التالتة هشتغل فيها غرزة موزاليكو بعد كده بارتفع بقصة الخيط الزيادة وبدخل الخيط الزيادة في الشغل من ورا كده عملت الوحدة مع بعض كده خلصنا الوحدة في الفيديو الجاي ان شاء الله هنتعلم ازاي نعملهم وحدات ونشابكهم في بعض عشان يبقوا مفرش كبير لو اجابكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك واشتراك في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر